من شركة البحر الأحمر هذا هو أوضح الشاب داويد جبرام كائيل والشاب أنجوسوم رفايل الناشطان في أعمال بناء المشروع إن انخراطهم في أعمال الانشاء رفع من قدراتهم المهنية كما يعتبر المشروع دعام كبير في مسيرة طلاب المدرية وناشدات طلاب للاستفادة من الفرص التعليمية المهيئة لهم دعت إدارة مديرية هيكوتا بأقلم القشبر كالمزارعين دعتهم إلى العمل عبر جمعيات بغية الاستفادة من الدعم الزراعي جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده مؤخرا مدير المدرية سيد حامد يوسف مع المزارعين حيث نوها إلى وجود أكثر من خمسة ألاف هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة وقال المزارع ميكيل زرئسجي أن هناك خمسة وستين مزارعا يعملون في جمعيات من جانبه أوضح المسؤول الزراعي في الأقليم السيد مسارة قبر ميكيل أن وزارته تعطي الأولوية للناشطين في مجال إنتاج القدري والفاكهة مستعرضا للفوائد الكبيرة التي تأتي جراء تأسيس الجمعيات الزراعية كما ذكر السيد مسارة المزارعين ذكرهم بامتلاك مواقعا ومخازنا لتقديم منتجاتهم للمزارعين السهلكين مباشرة مؤكدا جهزية وزارة الزراع لتقديم الدعم المهني اللازم لهم نال 15 ممن تم اختيارهم للعمل كممثلين في المجال الإعلامي في مختلف أنحاء مدريات إقليم القاشبركة نالوا دورة أهلية في مجال مبادئ العلام واجتملت الدورة التأهلية التي نظمت بالتعاون بين وزارة الإعلام وإدارة إقليم القاشبركة على التصوير وكيفية إعداد التقرير التلفزيوني والسلوك المهني وفي مناسبة التخرج أوضح حاكم إقليم القاشبركة سيد موسى رابع إن إدارة الإقليم ظلت تعمل جاهدة بالتنسيق مع وزارة الإعلام للارتقاء بالإعلام مؤكدا تخصيص إدارته مليون ونصف المليون نقفة لشراء مستلزامات العمل الإعلامي تماشيا مع النهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع وقال مدير تنمية القوى البشرية بوزارة الإعلام السيد سبهاتو كفلي إن الهدف من الدورة التأهيلية يكمنه في تقوية رسالة الإعلام في الإقليم معربا عن فقتي في أن يطبق المتأهلون ما نالوه عمليا من جانبه وبعد أن وصف مسؤول وكالة الأنباء الإرترية السيد بره أسفهال عمل المنسق بين وزارة الإعلام وإدارة قريم الكاشبرك في تأهيل الكوادر الإعلامية بالإيجابي ذكر المتأهلين بأن هذه الدورة نوى لدورات قادمة حثن إياهم لتعزيز قدراتهم في المحك العملي من جهته أمنى ممثل الخريجين على أهمية وضرورة الدورة التأهيلية وأكد استعداد الخريجين للقيام بالدور المناطبهم في المجال الإعلامي يقوم أعضاء من قوات الدفاع الإرترية بمديرية هبر بنشاطات زراعية كبيرة تدعو للفقر والاعتزاز وترسق مفهوم العمل في المجتمع وفي هذا الصدد قال السكان إن العمل الجماعي شيمة عرف بها الشعب الإرتري معربين عن إيمانهم التام بنجاعة العمل المنسق بين الشعب وأفراد قوات الدفاع الإرترية والحكومة هذا وشاد كل من سيد محمد إبراهيم وسيد إسماعيل حاج صالح بالنشاطات الزراعية الجارية على مستوى المديرية ووصفوا ما يقوم به أفراد قوات الدفاع بالمرضي والمشجع وبعد أن منى كل من سيد إبراهيم حقوس وإيوب مانا من أفراد قوات الدفاع الإرترية على سياسة الاعتماد على الذات أكد جاهزيتهما لإنجاح البرامج التنموية التي تنتظم البلاد كما شار المدير المؤقت لمديرية هبر سيد حسين محمد نور إلى ضرورة استغلال الثروات بصورة مثلاء أمنى المزارع المثالي تسفى مريام تخلايا الناشط في مجال تنمية الخضر والفاكهة في مدرية مايعين بالأقليم الجنوبي على أهمية استخدام أساليب الزراع الحديثة في ترشيد الثروات وجاني محاصيل وفيرة وقال المزارع المثالي تسفى مريام إن مدرية مايعين تسخر بعوامل الاستثمار الزراعي وإن جهوده تنصب في الانتخال إلى الزراعة الحديثة حيث قام منذ عام 2001 بتنمية خمسة ألاف شجرة لإنتاج الفواكه في مساحة تقدر بأربعين هكتارا كما ينشط في مجال تربية المواشي وإنتاج الألبان مستفيدا من التشجيع الذي تلقاه من الحكومة ليسهم بذلك في خلق فرص العمل واستقرار الأسواق بما يعرضه من منتجات ونشد المزارع المثالي تسفى مريام جهات الاختصاص لتوفير الموبيدات والدعم الزراعي مشيرا إلى الجهود الحديثة التي يقوم بها في مجال مكافحة التصحر وإنتاج العلف وكذا في إدخال التقانى الزراعية مشاهدين الكرام أخبارنا العالمية تأتيكم بعد الفاصل موسيقى موسيقى موسيقى